لكن وجدت مشكلة وعصيان كامل من الزوجة ماذا أصنع؟ من يقول لي من المتزوجين ماذا نصنع؟ من؟ من يجعب؟ متزوج؟ نعم 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 أتذكرها أولاً إذا كنت تتعلم وإذا لم تستمع يقول واعظها وإذا لم تستمع يا سلام ما عصيان كامل أول شيء يعظها وعظ كيف يعظها؟ يقول اسمعي يقول لسن أخذ الأولاد والجوازات والأوراق وأخرج والله ما تجد شيء حتى أوراقك وجوازك وكل شيء تبقي هنا في هذا البلد لاجئة مشردة هذا الوعظ نعم هذا وعظ هذا تهديد لا الوعظ كيف يعظها؟ يقول لي اشتري لها هدية ورسالة في قلب أحمر نعم ما أعجبك الأول نعم رسالة يكتب لها زوجة الغالية أنت يعني كذا والنبي صلى الله عليه وسلم أوصاني بك وأوصاك بي فاستوصي بي خيرا جزاك الله خيرا نعم هذا وعظ أنت تريدها تطيعك ولا تريدها عصيان كامل تريدها ترجع حاول يا أخي صلاحة الزوجة مهم قالت خلاص أتوب إلى الله اشتقل لها تقول لا 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 تذكرت أمس ماذا قلت لازم تتعلم الدرس لا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل إذا قالت خلاص قل خلاص انتهينا أغلقنا الملف لماذا؟ لأن لو تعودت منك هذا دائما تعتذر وتغلق الملف نعم ما تفتح لها تقول صنعتي أمس وصنعتي نعم هذا الدليل عليه فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل نعم نعم إذا لم ترتدع باقي عصيان كامل قالت خذ الهدية لا أوجد عندك ذوق لا أوجد عندك ذوق لا تعرف حتى تشتري هدية جميلة خذ تقول لا أحلى ذوق ذوقي أنا اخترت واحدة مثلك نعم هذا حرب باردة نعم 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 عصيان كامل ما تابت ماذا نصنع ها متزوجين يقول المرحلة الثانية الآن بعد الوعظ الهجر نعم كيف يهجرها يهجرها بلسانه ثلاثة أيام لا يكلمها بعد ثلاثة أيام يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويهجرها في الفراش كيف يعطيها ظهره في نفس السليل لكن يعطيها ظهره نعم يعني ما ينام في الصالة لا تمام تابت قال تبت خلاص يتوقف يغلق الملف ما انتهت ماذا يصنع يظن كثير من الناس أن الدين الإسلامي فيه ضرب للنساء ضرب مبرح وهذا والله الإسلام منه براء نعم النبي صلى الله عليه وسلم يضرب خادم فما بالك مرأة ما يمكن أن يكون الدين الإسلامي فيه ضرب مبرح للنساء وهذه أمامكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة الصحابة رضو الله عليهم نعم نعم بعد هذه المرحلة يعني ما يضرب ضرب مبرح نعم نعم طيب بعد هذا ماذا يصنع ما عرفوا يأتي برجل من أهله من أقرباء الزوج ورجل ليس مرأة من أقرباء ما يأتي بمرأة المرأة ما تصلح بل عندنا في المذهب في المذهب زاد المستقنع يقول المؤلف رحمه الله ينبغي أن يختار ذات دين وخلق كذا بلا أم نعم مكتوبها كذا عندنا نعم فلا يأتي إلى مرأة يأتي برجل ورجل هذا من أقرباء وهذا من أقربائها نعم نعم هذا الرجل يشترط فيه مع هذا الرجل أنه يريد الإصلاح ويعرف الأمور يعني لا تأتي بإنسان أحمق مستعجل يريد تطلقها حتى تتزوجها نعم يعرف الأمور يعني تقول مثلا لا يصلي يقول لا إما تصلي أو فراق يشرب خمر يشرب نقول لا ما يمكن تبقي معه مفهوم لكن لو قالت ما اشترى لي فستان ما اشترى لي لباس هذا يقول أنا أشتري وتصالح الآن وخلص هذا ما يمكن يفرق من أجل لم يشتري لها كذا إذا انتهى الموضوع انتهى ماذا نصنع الآن الخامس الطلاق آخر خطوة نعم نعم كيف يطلقها يقول أنت طالق مليون مليون المليون مرة نعم صحيح لا لابد يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ولا يخرجها من البيت وينفق عليها ويبقى هو في البيت يعني هو حتى هو لا يخرج من البيت نعم ما يخرج من البيت هو ولا هي أنا أضحك لأن ابني هذا زيد كان خلفنا ما شاء الله نعم تمام هو يسجل الآن نعم هذا يسجل عليك والكاميرا تسجل عليها أنا نعم الشيطان في كل يوم يأتي تأتي الشياطين وهذا يقول صنعت به كذا صنعت به كذا لا يقرب ولا يحب إلا من يأتيه ويقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجه هذا أحب واحد للشيطان نعم والله أعلم صلى الله على النبي محمد وعلى الصحب والسلام جزاكم الله وخيرا